القبض على عصابة مكونة من عشرة أشخاص تمتهن سرقة السيارات وبعد إجراءات البحث والتحريح حول خيوط هذه القضية تم استرشاع ثلاثين سيارة مسروقة تفاصيل عن هذه العملية في سياق التقرير التالي الأجهزة الأمنية الوطنية تجسد من جديد حرصها على سلامة وأمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم والسهر على راحتهم وأمنهم هذه المرة تمكنت الفوضية الخاصة بالشرطة القضائية التابعة للإدارة الجهوية للأمن بولاية المنشود الغربية من أن تسقط في قبضتها أفراد عصابة مكونة من عشرة أشخاص مختصة في سرقة السيارات في العاصمة وبيعها في مختلف ولايات الوطن وجاءت هذه العملية بعد تحر تقيق وتشكيل فرق للبحث حول القضية مكن من استرجاع قرابة ثلاثين سيارة مسرقة سجلت بعض مصالح الشرطة في الآونة الأخيرة عدة إبلاغات لضحايا وقعوا عرضة لسرقة سياراتهم واختفائها في ظروف غامضة ونظرا للاختصاص النوعي للمهوضية الخاصة بالشرطة القضائية تم تنفيذ لتعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني تشكيل خلية بحث تحت إشراف النيابة العامة وبتعطير مباشر من الإدارة الجهوية لأمن ولاية مواقشوط الغربية وكيلة لها مهمة جمع المعلومات والبحث والتحري عن أي خيط محتمل قد يقود إلى فك لغز سرقة السيارات الذي شغل بالا القائمة على الشيء الأمني وبحمد الله وتوفيقه قاد البحث إلى وضع اليد على طرف الخيط الذي أغضى مؤخرا إلى اعتقال عصابة إجرامية مكونة من عشرة عناصر تم اعتقالهم متفرقين في نواقشوط وبعض المدن الداخلية هذه العصابة اعترفت بسوليتها التامة عن سلقة العديد من السيارات وبيعها في بعض الولايات الداخلية بعد تمص بعض بياناتها الاستدلالية لتباعها على أنها غير مجمرة نتجة عن التحقيق مع العصابة استرجاع ما يزيد على ثلاثين سيارة مسروقة تعرف بعض الضحايا على سياراتهم من بينها فيما لم يتمكن آخرون من التعرف على سياراتهم نظرا لتحريف بياناتها الاستدلالية كما تم وضع اليد على سيارات أخرى في كل من روصه سيلي بابي لكصيبة تنبدأ اركيز في انتظار استقدامهم إلى نواقشوط العصابة توجد حاليا قيد التحقيق في مباني المفوضية وستتم حالتهم بور اكتمال مصطرة البحث معهم وهنا انتهز هذه السانحة لأطمئن الساكنة إلى أن الشرطة الوطنية جاهزة الآن أكثر من أي وقت مضاء لضبط كل من تسول له نفسه المساسة من أمن هذا الوطن الآمن بفضل الله ثم بيقوة أبنائه ملاك السيارات الذين تعرضوا لعمليات السرقة عبروا عن تثمينهم للجهود الأمنية في هذا المجال وطالبوا بتعزيز دور الشرطة في نشر الأمن لا نتكلم عن رأسي ونتكلم عن هذه الجماعة التي هي المتضررة التي نصر قوتها والتي لا يحتها هذه هي 72 وطن مصروقة وشاكرة الدولة وعلى رأسها الرئيس محمد وعبد العزيز وأنا أحد الجماعة المتضررة من هذه سرقة السيارات التي خلقت ورأنا شاكرة الدولة الموريتانية وجهازها من خصوصا بالأخص الشرطة القضائية على هذا المبدول المجهود الرائع التي بدلت وحكمت هذه اللصوص وواصلت فيهم خضية استجوابهم التي استخرجت هذا الكم الهائل من السيارات الحمد لله التي جاءوا هنا وبذلوا جهدهم التي وجدونا هذه الوتاة التي أصحابهم كانوا يدرون لهم سنة ولهم شيء إلى ودولهم وغالبينهم واليوم الحمد لله جاء ورعيهم جبروا هي إذن عملية تنضاف إلى سسنة من العمليات الأمنية السابقة التي تبرهن يقوط الجهاز الأمني في البلاد والتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن المواطنين وممتلكاتهم